السلام عليكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من الاستعراض الاخير او السوبر بريفيو الفكرة هي اننا بنقدم الاستعراض ضخم ومفصل لكل لعبة كبيرة ومنتظرة قبل اسبوع من اطلاقها ولعبتنا اليوم هي سايبر بانك 2077 قبل ما نبدأ لا تنسون او تزور لايك واشتركوا بالقناة وفعل الجرس معكم فالد الشيحة والحين خلوا لا نبدأ اولا والسافة اللعبة اللعبة منوع الاكشن ومغامرات في عالم مفتوح ضخم جدا وشاسح وراح تقر تقريبا تروح في كل مكان فيها واكثر شي ميز اللعبة انها في حرية كاملة لك فيها لانك تختار شخصيتك بنفسك وتتخذ قراراتك بنفسك وهذا بيكون له تأثير قوي على مجريات واحداث القصة في اللعبة واللعبة فيها قصة رئيسية وقصص كثيرة جانبية متنوعة يعني راح تقضي ساعات كثيرة جدا في لعبة وهم حاجة ان اللعبة بيكون فيها دعم للغة العربية قوائم ونصوص وايضا بيكون فيه خيار يشيل التعري في اللعبة يعني بتكون مناسبة لك ومجهود كبير من فريق التطوير مراعاة العالم العربي نشكره عليه هل اللعبة أجزاء سابقة؟ لا ما لها أجزاء لكن صدرت على هيئة لعبة ورق وقلب أو ألعاب الطاولة عشان كذا أول مرة يصدر لها لعبة فيديو مبنية على العالم سيبربانك هي هذه اللعبة هل لازم ألعب الأجزاء الماضية عشان ألعب هذا الجزء؟ لا ما يحتاج تقدر تشوف الفيديو اللي سويناه ويشرح لك كل شي تحتاج تعرفه عن أحداث القصة قبل اللعبة وراح نحط رابط الفيديو في الدسكريبشن لكم تحت على أي جهاز أقدر ألعبها؟ ومتى تنزل؟ بتقدر تلعب على جهاز بلاي سيشن 4 والإكس بوكس 1 والبي سي ووقت الإصدار ونسخ الجيل الجديد راح تتوفر على الإكس بوكس سيريس X والS وبلاي ستيشن 5 في 2021 وهذه النسخ حق الجيل الجديد تقدر تأخذها بشكل مجاني لو شريت نسخة الجيل الحالي واللعبة راح تصدر رسميا في الأسواق العربية في تاريخ 10 ديسمبر الآن نتعمق أكثر في اللعبة ونبدأ بقصة اللعبة بعد ما تختار شكل لعبك وقصة الماضي حقها شخصيتك راح يكون اسمها فيه وتبدأ القصة بشخص يطلب منك سرقة رقاقة كمبيوترية وظيفتها أنها تخلي الإنسان ما يموت أبدا من شركة أريساكا ولكن تفشل المحاولة ورح تنحط الرقاقة في شخصيتك وهذا سبب كيف أن لعبك كل ما يموت في اللعبة يرجع للحياة وأيضا كيف أنه يشوف شبح شخصية جوني سيلبر هاند واللي يعتبر شخصية عازف موسيقي مات من قبل أحداث اللعبة وهو من تجسيد المثل المعروف كيانو ريفز وبعدها تبدأ أحداث اللعبة والقصة تتغير على حسب خياراتك فيها ننتقل الآن إلى أسلوب اللعب أسلوب اللعب راح يكون من المنظور الأول يعني بيكون التركيز على عامل التصويب فيه لكن راح يكون أيضا في أسلوب المغامرة والاستكشاف واللعب الحر لأن اللعبة في عالم مفتوح وكبير جدا بيكون في عوامل ألعاب الار بي جي مثل مهمات الجانبية ونقاط الخبرى والتطوير وكل شيء اللعبة راح تكون عميقة جدا وفيها تفاصيل دقيقة في كل شيء في البداية راح تبدأ بتصميم شخصيتك ويكون عندك حرية تامة في تغيير كل شيء في التصميم وبعدها راح يجيك ثلاث خيارات قدامك وهذه تسمى Life Path أو طريق المعيشة أو مسار الحياة وفكرتها هي اختيار الماضي الخاص فيك وعليه تنبني الأحداث والقصة والقدرات ونوع المهمات وأيضا الخيارات في الكلام اللي راح تختارها مع باقي الشخصيات وحتى النهاية أيضا راح تتغير على حسب اختيارك وقاله وإنه في اللعبة راح تقدر تغير نوع الطريق للمعيشة اللي اخترتها في نص اللعبة لكن لو استمريت على نفس الطريق طول اللعب راح تقدر تحصل على مكافآت كثيرة فيها الاختيارات الثلاثة هي النومد أو الرحالة وفيها تكون شخص زائر غريب ويعيش في مناطق صحراوية وينتقل من مكان إلى مكان من غير استقرار ورح تبدأ اللعب خارج نايت سيتي وتبني سمعتك من الصفر فيها لكن راح يكون عندك شعبية كبيرة في منطقة البادلانس وتكون عندك خيارات محادثة خاصة مع سكان البادلانس وبيكون اختصاصك في السيارات والأسلحة واستخدامهم الكور برو أو الشركة راح تبدأ كشخص لنفوذ كبير في شركة أريساكا وهي منظمة ضخمة ذو نفوذ كبير أكثر من الحكومة نفسهم ورح تقر تحصل على معلومات خاصة وتستخدمها كسلاح لخدمة أهدافك لكن راح يصير شيء يغير من تفكيرك ويخليك تقلب على الشركة اللي كنت تنتمي إليها وتحاربها ورح يكون عندك خيارات محادثات بين الشركات الثانية فاللعبة بشكل أفضل وفي نايت سيتي يكون فيه جماعات مختلفة بعضهم ينقذ المساكين ويحميهم وبعضهم يخطف الناس ويسلب منهم أعضائهم الصناعية لكن رجل الكوربو يعتبر أخطر عدو في لعبة سايبربنك وهذا المسار راح يخليك تتوجه إلى الشر أكثر من الخير بحيث يكون مهمتك تجميع الفلوس بأي طريقة ممكنة عن طريق الجشع والغش ورح يكون فيه قرارات مصرية صعبة لازم تتخذها السريت كت أو أولاد الشوارع هذا المسار الأساس فيه الولاء وفيه تكون فرق من جماعة يسمون نفسهم أولاد الشوارع ويكون بينهم تعاون واتفاق كبير ورح تسرق سيارات عشان تبيعهم وأيضا بيفتح لك محادثات خاصة فيهم ورح تساعدك كثير في المهمات اللي لها علاقة في المدينة نفسها والأحياء ورح تتعب كثير مع التعامل مع الكوربو لأنهم يكرهون أولاد الشوارع بكل بساطة هذا المسار المعتاد اللي نشوفه في كل اللعبة فيها بطل فيها يعني خلونا نقول هو المسار الطبيعي في لعبة سايبربانك 2077 يعني عندكم ثلاث مسارات تقدرون تبدون فيها وما في أي إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة اختار المسار اللي تبيه وامشي عليه مثل ما تبيه لأنك أنت اللي تبني القصة بنفسك اكتبه تحت في التعليقات ايش المسار اللي راح تبدؤون فيه معدل الحماس هذه الفقرة الختمية وفيها بنعلمكم معدل حماسنا لللعبة في ثرو جيم بكل معدل على خمس استويات زي ما يظهر أمامكم أما اختيارنا هذا المرة للمعدل حماسنا للعبة سايبربانك 2077 ولا تنسوا اتصدر لايك وشك дети بالقناة والأسبوع القادم بتكون مراجعتنا نائية وتقييمنا للعبة نشوفكم على خير ومع السلامة يا أحلى الرهيبين